اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وأن نبتعد من المعاصي وأن نبتعد من الأخطاء نحن كلنا أصحاب زلات كلنا أصحاب زلات وعندنا رب غفور ورحيم أحبابي الكرام أيها المريد أيتها المريضة أناديكم من قلب يملأ الحب لكم قم الليل وضع يديك ضع يديك وضع الله بما استطعت ضع يديك وضع الله بما استطعت واعلم أنما حينما تدعو الله سبحانه وتعالى سيغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر إذا قلت اللهم اغفر لي ذنوبي وخرج من قلب صادق كن أكيد أخي الكريم أن الله عز وجل سيغفر لك وسيتوب عليك وسيعطيك ما تمنيت في حياتك كلها كم من إنسان هو مريض كم من إنسان هو مبتلى كم من إنسان هو مريض فلنرجع إلى الله إليك أخي المتلبس بالجن وإليك أختي المتلبسة إليك أخي المتلبس إذا كنت تضخن فرجاء حاول أن تبتعد عن التضخين إذا كنت مبتلى بالخمر فرجاء حاول أن تبتعد عن الخمر إذا كانت فيك أي عادة سيئة فرجاء حاول أن تبتعد عنها وادعوا الله عز وجل في هذا الوقت قم الليل قم الليل وقرأ القرآن أختيه أختيه المسلمة أختيه المسلمة لا تضع بابا للدئاب يفترسونك أختيه لا تضع بابا يدخل منه الدئاب والافترس أختيه استتري يسرك الله لا تضع بابا للشياطين الإنس والجان أختيه إذا كنت مريضة فدواءك عندك دواءك بين يديك دواءك في لباسك في صلاتك في دعائك في صداقتك في زكاتك أختيه أختيه إذا كنت مريضة بالمس والجن والشيطان فرجاء أختيه تقربي إلى الله تقربي إلى الله بالدعاء تقربي إلى الله بالصلاة تقربي إلى الله بالنوافل قال الله عز وجل في الحديث القدسي لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يا سلام ما أجمل أن يحبك الذي خلقت فيكون سمعك الذي تسمع به ولسانك الذي تتكلم به ويدك الذي تبطش بها ورجلك الذي تمشي بها وعيناك التي ترى بهما جميل فلنرجع إلى الله والله إن رجعنا الشيطان سندمره تدميرا نقهره هذه مسألة من المسائل التي تدمر الشيطان هي الرجوع إلى الله إذا كنت متلبس فقرأ على زيت زيتون ما تيصر لك من كلام الله وادهن به الجسد قبل النوم خذ مسكا وادهن به فراشك قبل النوم حافظ على وضوئك حافظ على صلاتك حافظ على برك بوالديك أحبكم في الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة